الحمد لله والشكر لله عاملين مع حضراتكم أو عاملين خدمة لحضراتكم وهي أقل حاجة نقدر نعملها الحقيقة إن احنا يكون عندنا دايما موجود من خلال قناة النادي الأهلي يورينا إيه اللي بيحصل في النمسا في معسكر النادي الأهلي من بارح برضو تخطية كبيرة جدا طوال النهار الحقيقة فاروق صلاح معانا من الصبح إلى بالليل النهار ده أيضا طول النهار ولا تزال التخطية دايما من خلال قناة النادي الأهلي مستمرة لمعسكر الفريق في النمسا وبصراحة تخطية أكثر من رائعة بشكر كل زملاء في النمسا والأجواء هناك يعني بنسأل طبعا طول النهار إيه الأخبار الدنيا عاملة إيه التمرين مين بيخبط مين نهادي الدنيا ماشية إزاي كلام كتير جدا بنسأله لزملائنا اللي موجودين في النمسا وتخطية رائعة ومعسكر أنا بقول لحضراتكم من البداية ببشركم بمعسكر ناجح معسكر ناجح بكل المقاييس إن شاء الله لأسباب كثيرة جدا حتكلم عن المنتخب واختيارات المنتخب وحتكلم عن اللي بيحصل في الكرة وكل حاجة ولكن نروح لزاملنا كالعادة فاروق صلاح علشان نعرف آخر الأخبار والكواليس من النمسا زكا فاروق برحب بك كابتن الكبير كابتن إسلام الشاطر وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الألي في كل مكان وزي ما عودناكم طبعا يا كابتن إسلام من خلال حضرتكم من خلال قناة النادي الألي نحاول نحن نقدم يعني الصورة اللي دايما طليق بقيمة ومكانة واسم جمهور النادي الألي ومنظومة النادي الألي الجاكت النهاردة يبقى أنا كده عرفت إن الجاو ساعة أمطار والله يا كابتن إسلام يعني منذ الساعة الخامسة بتوقيت النمسا السادسة بتوقيت القيرة الأمطار يعني بغزارة هنا في النمسا يعني هيكون على مدار اليومين القادمين ان شاء الله يكون سقوط للأمطار على يعني في الوقت طويل جدا لكن الحماس اللي كان عند اللعبين النهاردة في أثناء سقوط للأمطار اللعبة صممت ومستر مارسل كولر النعبة تأدي تكمل التدريب يعني الأمطار لم تعيق ل огром الأدي الأهلي أو اللعبين عن استناف التدريبات لزي ما حضرتك بتقولي الحماس موجود عند اللعبين التركيز كل الأمور دي ان شاء الله يكون إنعكسها ومرضوطها على اللعبين على مدار الموسم بإذن الله بتيقلي الجو لما بيبقى فيه سنة الساعة دي أعتقد بيدي قتال أكتر في الملعب حماس أكتر في الملعب بتيقلي يعني أنا كنت أحب ألعب في الجو أتمرم في الجو ده ممتع جدا يا ممتع جدا بالنسبة طبعا للعابين يا كابتن إسلام وكل اللعبة يعني اللعبة بانتحادك طبعا وحب انكابتنا عارف الجو ده بالنسبة للعابين اللي نسبة لهم الحماس الجري بقى أنت عارف الالتحامات التغبيط الأمور دي كلها مهمة جدا يعني الكتير بيعشق الجو ده يا كابتن إسلام يعني لزة الجو والأجواء دي أعتقد بتبقى مهمة جدا لزيادة الحماس عند اللعبين كل لعب بيحاول يطلع يبزل أكثر طاقة موجودة عنده فأعتقد مرضوضة مهمة جدا للعابين اللعبة بتستمتع بالجو ده يا كابتن إسلام أنا شايف وراك اللعبة بتاكل أنا بركز أصلي في كل حاجة شايف وراك هو ده المطعم اللعبة ده المطعم يعني بالفعل يعني الورانة ده المطعم اللي بيتناول فيه اللعبون الوجبات طبعا أنت عارفك التنسام بعد اللي أنت لوجبة العشاء اللعبة بقى قعدة كده عاملين فقرات كده كل اللعيد بيطلع اللعبة اللي بيحصل يا فاروق احكي لنا يعني الحاجات دي مهمة جدا الجمهور الأهلي عايز يعرف مثل هذه الأمور تفضل يعني عايز أتكلم على يعني في النقطة دي بالتحديد دور الكابتن محمد الشيناوة كابتن إسلام محمد الشيناوة واحد من اللعبة اللي عارف يعني قيمة كابتن النادي الأهلي وشارة القيادة في النادي الأهلي كلامه مع اللعبة الجداد إمام عشور وردة سليم وأيضا كريستو يعني كريستو يا كابتن إسلام لو تبص على كريستو دائما تحس أنه لسه مغدود شوية كابتن الشيناو بيحاول يقربه من اللعبين فيعني بعد وجبة العشاء دلوقتي كل اللعيب بيحاول يعني يطلع مواهبه بقى في الغناء إمام عشور وردة سليم طبعا بيغني باللغة المغربية يعني إمام عشور أول واحد يا كابتن إسلام يعني مسك اللي بايت بقوا وتكلم وغنى وأيضا ردة سليم بالأغاني المغربية ويجي نفسه طبعا كريستو الكابتن الشيناو يحاول يدخله يعني شوية يا كابتن إسلام علي معلول اللي قاد فاهم شوية مع بعد مستر كولر طبعا أنت عارف اللي ابتسامة والدح مع طبعا مستر كارلوس اللي منضم حديثا لي الجهاز المعاول اللي أنا دي قال لي أيضا اللعيبة طالبت منه يغني باللغة الأجنبية فيعني أجواء مهمة جدا تعارف الجانب اللي الطرفية مهمة جدا الأمور دي بيبقى نعكسة على روح الحب والألف اللي بين اللعبين بتقرب المسافات لكن يعني بتكلم في نقطة اللي شئناوي لأنه كابتن الشيناوي دايما بيميل للعيبة اللي لسه جديدة على النادي الأهلي يا كابتن إسلام حاول سريعا يدخلهم في الأجواء تعاملوا أيضا مع اللعيبة للناشئين الأفراد الجهاز المعاون لأ يعني بتحس فعلا أن أنت موجود في حاجة كبيرة أوي اسمها النادي الأهلي يعني روح مهمة جدا نظام مهم جدا يعني أنت بتفتخر في يوم من الأيام الواحد بيفتخر أنه ماسك لوجو لقناة النادي الأهلي بيفتخر أنه يعني ارتدى قميص النادي الأهلي أعتقد من المشاهد والصور اللي الواحد بيشوفها كابتن إسلام حالة من السعادة عند اللعبين أجواء أنت عارف بقى بيبقى فيها أجواء طرفية فيه يعني مباراة بتتلعب بقى مباراة بلاي ستيشن طبعا التنس طولة يا كابتن إسلام فيه لعبة كتير بتفوقها في الموضوع ده طب إحنت مش حاب تصورونا بقى الحاجات دي ولا أنتو كلام وخلاص مش لازم تصورونا الحاجات دي أكيد طبعا يا كابتن إسلام الأمور دي كلها جمهورنا يتابع الأمور دي من خلال شاشة قناة النادي الأهلي انت عارف أن الجزء الترفيه مهم جدا طبعا في معسكر الإعداد طبعا نظرا للمدة الطويلة ديت لازم يكون في جزء الترفيه لكن يعني والله يا كابتن إسلام يعني بصراحة الروح اللي عند لعبة النادي الأهلي في التعامل بتغني عن أي وسيلة ترفيه أو أي أمور فعلا يعني النادي الأهلي في حتة تاني يا كابتن إسلام طيب النهاردة كان قرار مستر فيتوريا بانضمام أربع لاعبين من المنتخب هل ده له أي أربع لاعبين لمنتخب مصر طبعا كان من المفترض يبقى عدد اللاعبين أكتر ولكن هو اختار أربع لاعبين هل ده له أي تأثير عندك لأي شيء هل ده كلام في هذا الأمر يعني خلينا أقولك في هذا الأمر طبعا فيه محادثات الكابتن خليب بيبو بيحاول مستر مارسل كولر بيفضل أن اللعبة طبعا تكون موجودة معها طبعا في فترة الإعداد أنت عارف دي بداية موسم ومهم جدا أن أنا طالع من فترة الإعداد عندي بطولة عندي كاس السوبر الإفريقي يعني بالمناسبة الأمر ده خالق دوافع مهمة جدا لمستر مارسل كولر وأيضا للعبين بيحاول يبني عليه نفس سيناريو الموسم الماضي أنت طلعت من الموسم الماضي بأول مباراة كانت أمام الاتحاد المنستيري ثم المباراة التالي كانت مباراة بطولة أمام الزمالك في كاس السوبر في الإمارات مستر مارسل كولر بيحاول يبدأ ويبني الدوافع على هذا أن أنا أبدأ الموسم بطولة العيبة الجديدة العيبة يعني اللي كانت بعيدة عن المشاركة عايزة تبدأ برضو الموسم بطولة العيبة نفسها اللي كانت متوجة بخمس بطولات مهم جدا أن الظروف تخدمك أن يكون فيه بطولة فأكيد مستر مارسل كولر يعني الأمور بالنسبة له يعني عايز اللعبة تكون موجودة في هذه الفترة أعتقد فترة مهمة جدا أنت يعني كلام ده كالتنسام حدك تقدر تستفيد فيه أكثر مننا أن فترة الإعداد بالنسبة اللعبينية الفترة تقف عليها على مدار الموسم سواء من ناحية البدنية ناحية الفنية في لعبة من البداية عايزة تبقى موجودة في التفكير مستر مارسل كولر سواء في التشكيل الأساسي أو التشكيل الاحتراطي رغم أن مستر مارسل كولر بيرفض مبدأ البديل واللعاب الأساسي اللعبة كلها عندي أساسيين فأكيد يعني بيتم فيها محادثات من قبل مستر كولر مع الكابتن خالد بيبو وتتضح الأمور يعني خلال هذه الفترة لكن برضو على نفس السياق خلينا أقولك أن حتى الآن برس تاولا ما تلقى أي اختار من المنتخبات علي معلول لعبي اللعب منتخب تونس أو رضا سليم أليو ديانج يعني الاتحاد الملك كان أعلن طبعا أنه هو أخطر أليو ديانج به الحضور طبعا لفترة التوقف الدولي لكن الأمور دي طبعا بيتم فيها محادثات طبعا من قبل مسؤولي الجهاز الفني النادي الآلي والكابتن خالد بيبو أنا وأنا بتفرج على التمرين قدامي دلوقتي بشوف أن خلاص بدأت فترة الإعداد بمعنى أعتقد أن الصبح بيبقى أكثر بدني وبالليل بيبقى الدنيا أكثر من الناحية الفنية بالفعل يا كابتن إسلام كلام يعني كلام صحيح مليون في المية كان فيه تدريب صباحي اليوم تمام في تمام الساعة العشرة والنصف بعد تناول اللعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة تحتمل يعني الشق البدني تتسن اندويا مخطط الأحمال وخليني يعني أقول لحضراتك كنت واقف معا لللحظات ويدكتور تامر أبو العنين بنتكلم في هذه الأمور وقال إحنا بنبني على اللي احنا عملناه النتائج اللي النادي الأهلي عملها في القياسات البدنية اللي اتعاملت يعني قبل القدوم إلى النمسا نتائج مبشرة جدا المردود بتاعها بيسهل علينا فترة الإعداد يعني الحالة البدنية اللي علاها لعب النادي الأهلي انت أسست بشكل كويس على مدار الموسم الماضي مردودها ظهر في القياسات البدنية للعبين يمكن يا كابتن إسلام يعني الأمر ده اتكلمنا فيه مع تيتسين قال الأول مرة يعني كان قدوم مستر كولر وي الجهاز المعاون القياسات كانت طبعا أقلب كتير جدا من الفترة الحالية لأن المردود اللي انت اشتغلت عليه كان مهم جدا الجزء البدني مسهل عليه هذه الأمور طبعا جزء بدني كان فيه التدريب الصباحي ثم جزء فني فيه وي جانب خطط شوية من مستر مارسل كولر في التمرين المسائي طبعا الأمور ده يا كابتن إسلام يعني تعرف مستر مارسل كولر بيركز شوية أمور على الناحية الهجومية يعني النادي الأهلي وده من كلام مستر كولر في كلامه في أحاديثه النادي الأهلي عنده الجانب الهجومي والشق الهجومي كان بيبقى فيه مثلا بتوصل كتير للجون وبيبقى عندك فرص كتير جدا بتقدر تستغل في أضيق الظروف فدي من الأمور اللي مستر مارسل كولر شغل عليها بشكل كويس جدا ان انت لازم الفعالية الهجومية تكون بنفس المردود والوصول للمرمة بيعيد أكتر من يوقف التمرين أكتر من مرة بيعيد بعض الجمل اللي بيطالب فيها من اللاعبين وفي لعيبة كابتن إسلام تقدر طول خلاص اتدت يعني اتنور كده من التدريب يعني ريدا سليم أنا بأتكلم عليه بالتحديد بالتدريب الأمس والتدريب اليوم والتدريب المسائي أيضا النهاردة لا دخل في الأجواء سريعا ويعني هيكون واحد من الإضافات المهمة جدا لفريق النادي الأهلي في الفترة القادمة أيضا يعني اللي بتكلم على إمام عشور واندماجه سريعا أفشى وبظهر بشكل مميز جدا كهرباء مران عطية أليو ديانج كريم ندفد بشكل مميز جدا أكرم توفي وكريم ندفد ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنق مش عايزة استثناء أحد اللاعبين كابتن إسلام كابتن الشناوي طبعا مع مصطفى شبير وحمز زوي مصطفى مخلوف حالة مهمة جدا عند اللاعبين مرضودها إن شاء الله ينعاكس على النادي الأهلي خلال هذا الموسم اللي نبدأ إن شاء الله ببطولة السوبر بإذن الله يعني أنا كنت أسألك عن كريم فؤاد وعن أكرم توفي الحقيقة ولكن أنا عارف إن إحنا عندنا لقاء النهاردة عملته لنا مع دكتور تامر رئيس الجهاز الطبي تامر أبو العنين رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي حيكون أعتقد حيكون في كلام كتير عن كل هذه الأمور فإن شاء الله تبقى الفرقة خلاص أعتقد دلاتي العشاء وبعد العشاء كله بيطلع يريح لأن ما فيش وقت يعني أو اللعيبة مش تلاقيه مش قادرة دلوقتي بالضبط يا كابتان إسلام وبرضي يعني ممكن يعني الوقت مع حضرتك طبعا أن أنا يعني أقول لحضرتك وأقول لجمهير برنامجنا بكرة هيكون إيه إن شاء الله وتفاصيل اليوم تفاصيل الغد بإذن الله اليوم هيمشي إزاي لكن طبعا خلاص بعد وجبة العشاء يعني أقول لك بقى عشان أكننا يعني بناخد الجمهور وبناخد مشاهدة قناة النادي الأهلي من القاهرة إلى فيننا بعد وجبة العشاء بيبقى في بعض الجلسات السنائية مستر مارسل كولر والدكتور خالد الجوادي مع الكابتن خالد بيبو بيبقى فيه دايما جلسة مستمرة دايما بعد وجبة العشاء طبعا الكابتن سمير عدلي والطاقم الإداري والكابتن مار عبد العزيز يعني تعرف لمدارة 24 ساعة بتبقى في خلية ناح كابتن قطيب دائما الاتصال والاطمئنان على بعثة النادي الأهلي والحديث طبعا مع مستر مارسل كولر والدكتور خالد بيبو تبعد بقى أنت يعني بعد وجبة العشاء كابتن السلام بيبقى فيه مبارات في البلاي ستيشن خلي بقى لك يعني كابتن طار كابتن سلام طهر لعب كبير أو في البلاي ستيشن بيبقى يعني طار وعمل طار بيكسب هي حد اللي أنا عارفه يعني ريكورد جامد قوي بالضبط يا كابتن اسلام بعد بقى مبارات بقى تنس الطاولة والأمور دي كلها بتبقى يعني الفترات قصيرة ثم بيصعد اللعبين للغرف فقى والاستعداد لليوم الجديد غدا بإذن الله كابتن اسلام هيكون فيه وجبة الإفطار في تمام الساعة العشرة والنصف صباحا ثم وجبة الغداء هيكون في تمام الساعة الوحيدة والنصف ثم تدريب واحد يعني فضلا ميستر مارسل كولر طبعا هو بيمشي على برنامج موضوع محدد فيه إنه هيكون غدا إن شاء الله تدريب مسائي وحيد هيكون في تمام الساعة الخميسة هيكون فيه محاضرة طبعا لميستر مارسل كولر مع اللعبين وامور بيتكلم فيها طبعا مع جهازه المعاون لكن يعني برضو يا كابتن اسلامي أنا عارف إنه طولت على حضرتك لكن في بعض الأمور برضو بنحاول نقرب الجمهور منها فيه جوانب تخصصية شوية بيشتغل عليها مستر مارسل كولر مع بعض اللعبين فيه فترة الإعداد جزء تخصصي شوية مع بعض اللعبين تقدر تستغل كل الأسلحة المتاحة لك النحية النفسية مستر مارسل كولر بيجيد هذا الأمر جدا بيقرب اللعبين فيه لعبة ما تحساش إنها غريبة على النادي الأهلي سواء اللعبة اللي نشئين سواء اللعبة اللي الوافدة على النادي الأهلي وده يعني دور مهم جدا سواء لمستر مارسل كولر وجهازه المعاون أو ليه قط اللبس في النادي الأهلي أعتقد يعني يا كابتن اسلامي الأمور دي كلها إن شاء الله مرضودها يعنعكس على لعبة النادي الأهلي على مدار الموسم القادم اللي كان ليه كلام مع اللاعبين قال لك الخمس بطولات اللي احنا خدناهم الموسم الماضي اكيد بيشايرينها مسئولية للجاي انك تصل للبطولة ده شيء يعني بالنسبة لنا اصبح بنقول عليه سهل ولكن الاصعب هو الحفاظ على البطولة باذن الله طيب هل هناك مباريات ودية ستقام خلال الفترة القادمة؟ بغد النظر عن قوتها من ضعفها من كذا ان احنا لسه في بداية فترة الاعداد يعني ولكن يعني كلمنا شوية عن المباريات الودية يعني خلينا اقول لك عبتال اسلام يعني في هذا الامر يعني تقدر تقولي المحسوم حتى الان هي مباراة هتكون يوم خمسة تسعة لكن من الممكن يكون فيه مباراة تانية او مباراة تلتا ده تضح خلال يعني الاربعة وعشرين ساعة للقادمة طبعا وهتم الاعلان من خلال دورة النادي الاهلي ومنظومة النادي الاهلي لكن خلينا يعني احسن هذا الامر مباراة وحيدة تم يعني التأكيد عليها وتجهزة إن شاء الله تكون يوم 5-9 من الوارد ممكن يكون فيه مباراة تانية خلال الفترة القادمة تتضح يعني خلال الساعات القادمة بإذن الله يا مساهل يا رب إن شاء الله بغض النظر طبعا عن هل هي مباراة قوية أنا بشوف أن في البداية ستبقى المباراة أقل كتير من يعني بتبقى سماء متدرجة المستوى بداية فترة الأعداد غير نصف فترة الأعداد غير نهاية فترة الأعداد فأنا أتمنى يا رب كل التوفير للأهلي زي ما حضراتكم شفتوا أنا بشكرك جدا زميلنا فاروق صلاح من فيينا من النمسا من معسكر إعداد النادي الأهلي في النمسا زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة اليوم كان عامل إزاي بكرة اليوم هيبقى ماشي إزاي سواء فطار تمرينة بكرة واحدة مش تمرينتين هتبتدي بقى تلاقي يعني التمرينة مثلا بكرة واحدة عشان هتلاقيها مثلا فيها نصف ساعة زيادة نصف ساعة زيادة عايز يربط البدني بالخطط فليها موضوع كده يعني إحنا بنبقى يعني حضراتكم برضو أنا عارف ومتأكد إن حضراتكم بتبقوا فاهمينه ولكن ممكن بكرة تمرينة واحدة عشان يربط زي ما قلت لحضراتكم البدني بالخطط حاجات في كرة القدم أمو من قلت